نجي بقى لقصة الأمان والإطمئنان الأمن والأمان هم إحساس والمسؤول الأول عن إحساسك بالأمن والأمان في فرقتك هو بلا شك وأبدون منازع حرس المرمى حرس المرمى يطمنك أو يخليك دايماً حطت إيدك على قلبك في كل كرة رايحة عجول وإحنا أنا مش هقول أسماء لكن طبعاً طول عمر النادي الأهلي ومدرسة حرس المرمى في النادي الأهلي بتقدم حراس عظام عظام بمعنى الكلمة مش بتكلم بس على المستوى المحلي لكن تقدر تقارن أسماء كتير جداً كانت شايلة مسؤولية حراس المرمى في النادي الأهلي في عصور مختلفة وفي أجيال مختلفة بحراس عالمياً ويمكن وأنا بدلل على الكلام ده لو قلت لكم مثلاً على دور حارس مرمى زي مثلاً تيبو كورتوا مع ريال مدريد في موسم كان بيعاني فيه الريال معاناة شديدة جداً كان ليه دور عظيم جداً في تتويج الريال بالليجة في أسبانيا وبالشامبيونز ليجة على مستوى أوروبا عظيم الحقيقة محمد الشناوي في فترات كتيرة جداً الحقيقة يمكن اللي ماشي الشناوي كمان أنه مش بس دوره جوا الملعب لكن دوره كقائد للفريق والدور اللي بيقوم بيه بره الملعب وفي قط اللبس دور كبير جداً عشان كده احنا الحقيقة حبينا نبتدي النهاردة حلقة لمحمد الشناوي محمد الشناوي اللي تعرف عنه أنه الأخطابوت ومازال محمد الشناوي هو مصدر الأمن والأمان لجماهير النادي الأهلي والجماهير منتخب مصر